وطهرين روائع التابعين مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقة اللي لا دي مش هنحكي قصة تابعية على قد ما هنلقى الضوء على بعض المواقف والأحداث في حياة أحد التابعين وبعض الحوارات الرائقة الجميلة اللي فعلا خرجت من فم رجل فعلا كان بيانتق بالحكمة مع الإمام العلم أبو حازم سلمة ابن دينار شيخ المدينة المنورة الإمام القدوة اللي تولد في أيام ابن الزبير وابن عمر وروا عن سهل ابن سعد وقال عنه مصعب ابن عبد الله قال أصله فارسي وأمه رومية وهو مولى بني ليف يعني يقول له هو أصله أصل حازم أبو حازم ابن دينار أصله من بلاد فارس وأمه رومية فقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه بعد كده إمام علم من أئمة المسلمين قال عنه الإمام ابن خزيمة ثقة ولم يكن في زمانه مثله وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قال ما رأيت أحدا الحكمة الأقرب إلى فيه من أبي حازم وخوفه وزهده كان شيء عايب جدا لدرجة واحد بيحكي مرة بيقول رأيته أبا حازم يخصه في المسجد ويبكي ويمسح ودموعي وجهة يعني هو بيبكي وعمال بيمسح بالدموع دي يتوشه فقال لما تصنع ذلك قال بلغني أن النار لن تصيب موضعا عصابته الدموع من خشة الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف بعض المواقف الجميلة الرائعة في حياة أبي حازم عليه رحمة الله ورضوانه في سنة 97 هجرية عزم أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك أنه يرحل إلى الضيارة المقدسة في المدينة منورة يرحل من دمشق إلى المدينة منورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توجه بعد ذلك إلى العمرة أو إلى الحج فخرج إلى الحج ولكن بدأ الأول بالمدينة المنورة وكان في نفسه شيء قريب جدا جدا للذهاب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبها عليه أفضل الصلاة والتسليم وكان الموكب بتاعه ما شاء الله حافل بالعلماء والقراء والفقهاء والمحدثين والأمراء والقادة موكب ما شاء الله مليان خير كبير جدا فلما وصلوا المدينة منورة وحطوا رحالهم أقبل طبعا وجوه الناس والعلماء والقراء والناس الأفاضل عشان يسلموا على أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك وكلهم راحوا إلا واحد فقط اللي هو سلمة ابن دينار قاد المدينة وشيخ المدينة والإمام العلم الكبير لما فرغ سليمان ابن عبد الملك من مقابلة الناس بدأ يكلم بعض الحاشية والناس اللي موجودين معاه قال لهم يعني إلا نفوسها لا تصدق كما تصدق المعادن فنحتاج إلى من يذكرنا بالله ويفقهنا في دين الله قالوا أجل لأمير المؤمنين ماذا تريد؟ قال يعني ابحثوا عن الرجل يكون أدرك طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالله ويكلمنا حتى يعني لا تصدق القلوب فقالوا نرسل إليك سلمة ابن دينار قال من هو سلمة ابن دينار؟ قالوا هو قاد المدينة وشيخ المدينة وهو عالم من أعلام التابعين قال أتوني به ولكن طلطفوا في دعوات يعني ما تخذ دروش وطللوش أبي المؤمن عايزك فيظن أنه مطلوب لأبي ولا حاجة يعني طلطفوا في دعوات فذهبوا إلى سلمة ابن دينار له أبو حازم وقال له إن أمير المؤمنين يريد أن يعني يسلم عليك وأن يجلس معك فقال على الرحب والسعى وذهب معهم للقاء أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك فأول ما دخل على سليمان ابن عبد الملك قال له سليمان مرحبا بك يا أبا حازم وأنا عايز أقرأ لكم الحوار الجميل حوار رائق جدا وجميل جدا قال مرحبا بك يا أبا حازم ما هذا الجفاء وأي جفاء يا أمير المؤمنين قال زاراني وجوه الناس ولم تزرني كل الناس جمزروني وسلموا علي إلا أنت الوحيد لما سلمتش علي فقال يا أمير المؤمنين إنما يكون الجفاء بعد المعرفة فأنت أول مرة تعرفني وأنا أول مرة أشوفك فلو كنت شفتك قبل كده ومجدش زورتك يبقى لا جفاء إنما لا يكون الجفاء إلا بعد المعرفة فقال الخليفة لجلسائي أصاب الشيخ في اعتذاري وأخطأ الخليفة في عتبه عليه ثم التفت إلى أبي حازم وقال له يا أبا حازم إن في النفس شؤولا أحببت أن أفضي بها إليك يا أبا حازم قال هاتها يا أمير المؤمنين والله المستعان قال له يا أبا حازم ونسمع بقى الكلام الجميل كلام اللي عليه أموار لا تخطر على قلب بشر تحس الليل فعلا ورجل بيمتك بالحكمة قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت خب أنا بقى الأمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك هيسأل الأسئلة أنا وإنت وكلنا نحتاجين نعرف إجابتها هيود عليها الإمام العلم الكبير سلم بن دينار أبا حازم رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله قال ما لنا نكره الموت إيه اللي بيخارينا بنكره الموت مع إيه الأصل إن إحنا نحب الموت مع إيه أمنا عيشة برضو قربت يعني كلنا نكره الموت يا رسول الله فهو بيسأله برضو نفس السؤال بيقول له ما لنا نكره الموت فقال لهم لأننا عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا فنحن نكره أن ننتقل من العمار إلى الخراب كلام زي الفل صح كده إن كتير مننا ليل ونهار مشغول بمعمال بيشيد ويبني ويعلي ويكتر فلوسه وعايز يوصل له على المناصب وعايز يبقى مشهور ومعروف وعايز وعايز لكن ما فكرش في أخيرته قليل جداً اللي بنفكر في أخيرته حقيقة تعالى نتصرح مع بعض قليل اللي شايف الآخرة لو كل الناس شايف الآخرة لو يمكن تلاقي أضيف محكمة لو يمكن تلاقي مظلمة لو يمكن تلاقي حد بيكتاب حد لو يمكن تلاقي الحقد والحسد اللي منتشر في هذا الزمان لو يمكن تلاقي عدد المجاح اللي عمالين بيحاربوا أي إنسان ربنا بيجعله القبول لو يمكن هتلاقي كمية الكتب والنفاق اللي موجودة في المجتمعات في الوقت الحالي لأن احنا فعلاً لو تذكرنا الآخرة والآخرة دي نصب علينا لا يمكن أبداً هنعمل أي حاجة تغضب ربنا ونعلم أن احنا سنقض بين يدي لا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقه النار ولو بشق الطمر فبيقول له ما لنا نكره الموت قال لأننا عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا فنحن لا نحب أن ننتقل من العمار إلى الخرام قال خليفة صدقت ثم قال له يا أبا حازم ما لنا عند الله يعني إحنا يوم اليوم لما نقضم على الله ما لنا عند الله قال اعرض عملك على كتاب الله عز وجل قال وأين أجد ذلك في كتاب الله قال تجده في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم كأنه عايز يقول له إن الأمور واضحة الأبرار هيكون في نعيم والفجار هيكون في جحيم فكأما أبا حازم فكأن سليمان عبد الملك يعني هو يعني طب أنت بتقوله الفجار في جحيم يعني ما فيش مغفرة ما فيش تابة ما فيش فطبعا الأمور يعني عايزة توضع فقال وأين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الإنسان الأصل فيه هو إنه يكون محسن وإنه يقابل إحسان ربنا بالإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن حتى لو أساء يسرع بالتوبة ويحسن في توبته بإنه يصدق مع ربنا وإنه يخلص النية في التوبة وإنه يتوب ابتغاء مرضات الله مش عشان أي حاجة تانية فقال له الخليفة ليه تشعري كيف القدوم على الله عز وجل غدا؟ إحنا يا أبو حازم هنقضم يعني هنقبل على الله غدا هيبقى يعني مقبلتنا ربنا شكلها عمنا إزاي؟ كيف قدومنا على الله؟ فقال له أم المحسن فكالغائب يقضم على أهلي الله شفت المعنى الجميل بيقولي الإنسان اللي أحسن فيه مبينه وبين ربنا لما يقضم على الله يوم الإيامة هيقضم زي واحد غائب بقاله عشر سنين عن أمه أبوه حبيبه أخواته أولاده زوجته ورايح يقبلهم شف فرحة عمنا إزاي؟ ولله المثل الأعلى فتخلك راح تقابل حبيبك سبحانه وتعالى فقال أما المحسن فكالقادم فكالغائب يقضم على أهلي وأما المسيء فكالعبد الآبق العبد اللي هرب من سيده يصاق إلى مولاه سوقا فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء شديدا حتى على نحيبه ثم قال يا أبا حازم كيف لنا أن نوصلح؟ طيب إحنا يعني فتنا حالك كتير وممكن نكون خربنا كتير وأزنابنا كتير وعصيرنا ربنا كتير نوصلح إزاي؟ قال تدعون عنكم الصلف يعني التكبر وتتحلون بالمروءة فقال الخليفة وهذا المال ما السبيل إلى تقوى الله فيه؟ طيب إحنا نولاته معنا ملايين ومليارات خليفة بقى أمير المؤمنين نعمل إيه في المال ده؟ فقال إذا أخذتموه بحقي ووضعتموه في أهلي وقسمتموه بالسوية وعدلتم فيه بين الرعين هو ده الحل الوحيد في المال فقال الخليفة يا أبا حازم أخبرني من أفضل الناس؟ قال أولي المرؤة والتقوى أهل المرؤة والتقوى إن أكرمكم عند الله أطقاكم شفت الحديث مش إزاي؟ مين هم أفضل ناس؟ مش أفضل ماس ده لا يعني هو إيه؟ الوزراء والكبراء وأصحاب المناصب والمشاهير والنجوم لا بيوضح له أن أفضل ناس أهل المرؤة والتقوى قال وما أعدل القول يا أبا حازم؟ قال كلمة حق يقولها المرء عند من يخافه وعند من يرجوه قال الخليفة فما أسرع الدعاء إجابة يا أبا حازم؟ قال دعاء المحسن للمحسنين إنسان أحسن فيه ما بينه وبين ربه وبيدعو لأهل الإحسان من المؤمنين اللي عبدوا ربنا وخافوا من ربنا بيقوله هو ده الدعاء المقبول وأسرع الدعاء يعني قبولا قال فما أفضل صدقة قال جهد المقل اللي معوهش فلوس أو فلوسه ليلة جدا وبيتصدق ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول سبق درهم مئة ألف درهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده مال كثير يعني مليارات فأخرج منها مئة ألف ورجل كان لا يملك إلا درهمين فتصدق بدرهم وأبقى لنفسه درهم فيعتبر تصدق بنصف مالا فقال سبق درهم مئة ألف درهم قال ما أفضل صدقة قال جهد المقل يضعه في يد البائس الفقير من غير أن يتبعه أو أن يتبعه من ولا أذى قال الخليفة من أكيس الناس؟ من أعقل الناس يا أبا حازم؟ قال رجل ظفر بطاعة الله تعالى أو ظفر بطاعة الله فعمل بها ثم دل الناس عليها قال الخليفة فمن أحمق الناس؟ من أكتر واحد عنده حماقة؟ قال رجل إنساق مع هو صاحبه وصاحبه ظالم فباع آخرته بدنيا غيره واحد مش ورا واحد ظالم قعد ينافق عشانه ويجامل عشانه ويساعده على الظلم عشان هو يوصل لأنه هو عايزه بدنيته وهو الثاني دي خرب أخرته قال فباع آخرته بدنيا غيره فقال الخليفة هل لك أنت صاحبنا؟ إيه رأيك يعني يا أبا حازم تعيش معنا؟ أنا أمير المؤمنين تعيش معنا؟ تصيبه مننا ونصيبه منك أنت تستنفع مننا وتاخد فلوس اللي أنت عايزة وحنا ننتفع من علمك وأخلاءك وأدبك وحيائك وعلمك وحكمتك قال كلا يا أمير المؤمنين قال لماذا؟ قال أخشى أن أركن إليكم قليلا فيضيقني الله عز وجل ضعف الحياة وضعف الممات فقال الخليفة ارفع إلينا حاجتك يا أبا حازم اللي أنت عايزه اطلب كل اللي أنت عايزه فقال فسكت ولم يجب فأعاد عليه الخليفة مرة ثانية يا أبا حازم ارفع إلينا حاجتك اطلب اللي أنت عايزه فقال له تقضيها لي قال له أيها يلي أنت عايزه أعدو لك دلوقتي قال له مهما كانت قال له مهما كانت فأعاد عليه مرة أخرى قال مهما كانت قال مهما كانت قال حاجتي أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة فقال له هذا ليس من شأن يا أبا حازم إنما هذا لله سبحانه وتعالى قال ما لي سوى هذه الحاجة يا أمير المؤمنين تقدر تقضيها لي؟ قال له لا يا أمير المؤمنين قال له لا يا أبا حازم فقال ادعو الله لي يا أبا حازم لما لقى خلاص مش عايز حاجة لأنه مهما يرجو للطلب واحد بس بيقول عايز أن أنت تنقذني من النار ودخلني الجنة لأنه ربنا قال كده فمن زحزح عن النار وقوضي خلال جنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور فبيقول له أنا حكتي أن أنت تنقذني من النار ودخلني الجنة قال له دي مش بيدي قال له خلاص أنا مش عايز أي حاجة هو دا ما عايزه فقال له ادعو لي يا أبا حازم فقال أبو حازم اللهم إن كان عبدك سليمان بن عبد الملك من أوليائك فيسره إلى خيري الدنيا والآخرة وإن كان من أعدائك فأصلحه وهده إلى ما تحب وترضى فقال رجل من الحاضرين بئس ما قلت منذ دخلت على أمير المؤمنين فقد جعلت خريفة المسلمين من أعداء الله وآذيته فقال أبو حازم بل بئس ما قلت أنت فالقد أخذ الله على العلماء الميثاق بأن يقولوا كلمة الحق فقال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ثم التفت أبو حازم للخريفة وقال يا أمير المؤمنين إن الذين مضوا قبلنا من الأمم الخالية ظلوا في خير وعافية ما دام أمراءهم يأتون علماءهم رغبة فيما عندهم ثم وجد قوم من أرازل الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء يريدون أن ينالوا به شيئا من عرض الدنيا فاستغنت الأمراء عن العلماء فتعسوا ونكسوا وسقطوا من عين الله ولو أن العلماء زهدوا فيما عند الأمراء لا رغب الأمراء في علمهم ولكنهم رغبوا في رغبوا فيما عند الأمراء فزهدوا فيهم وهانوا عليهم فقال الخليفة صدقت نكمل الحوار الجميل لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا صلى على حبيبك هم كالملائك في السماء مطهرين روايع التابعين ملائك في السماء مطهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقصوتنا وقضوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فم مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي تعالوا نكمل يعني الحوار الجميل اللي دار بين سلم بن دينار أبو حازم وبين أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك سليمان ابن عبد الملك بعدما الكلام الجميل اللي قاله أبو حازم طلب منه أن يزيده من وعيضته فقال له فما رأيته أحدا الحكمة أقرب إلى فمه مثلك عشان كده عايزك تزودني فقال لا أبو حازم يا أمير المؤمنين إن كنت من أهل الاستجابة فقد قلت لك ما فيه الكفاية كنت انت فعلا هتستجيب لك يا من اسمعته ده أنا اللي قلت لك دك فاية وإن لم تكن من أهلها فما ينبغي لي أن أرمي عن قوس الليس لها وطر فقال الخليفة عزمت عليك يا أنا أقسمت عليك بالله أن توصيني يا أبو حازم فقال يهو نعم سوف أوصيك وأوجز عظم ربك عز وجل ونزهه أن يراك حيث نهاك اوعى اوعى ربنا يشوفك في حاجة هو نهاك عنها نهاك عن شرب الخمر اوعى ربنا يشوفك بتشرب خمر نهاك عن أنت تاكل ربا اوعى شوفك بتاكل ربا نهاك عن النظر للنساء اوعى شوفك بتنظر للنساء نهاك عن الظلم اوعى شوفك بتظلم قال له عظم ربك عز وجل وإياك وإياك أن يراك الله عز وجل حيث نهاك أو أن يفقدك حيث أمرك ثم سلم عليه وانصرف فقال له الخليفة جزاك الله خيرا من عالم الناصح ما كاد أبو حازم يخرج من عند أمير المؤمنين حتى وجد أن أمير المؤمنين أرسل عليه بصرة ملئة دنانير وكتب إليه يقول أنفقها يا أبا حازم ولك مثلها كثير عندي خذ الفلوس ديت أصرفها زي ما أنت عايز وخلص وقول عايز تاني وتالت ورابع وعاشر واللي أنت عايز كله خده أنت فعلا خلاص يعني كما عايز أقول له أنت دخلت قلبي وأنا وصقت فيك واللي أنت عايزه أؤمر بس يطلب اللي أنت عايزه عمل إيه يا أبو حازم فردها وكتب يقول لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أعوذ بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا وردي عليك باطلا أعوذ بالله أن أنت تكون بيتسألنا عشان تستهزئ بي أو أن أنا كنت رديت عليك بباطل أنا ما طربتش منك لفلوس ولا طربت منك دنيا فوالله ما أرضى ذلك يا أمير المؤمنين لك فكيف أرضاه لنفسي يا أمير المؤمنين إن كانت هذه الدنانير لقاء حديث الذي حدثتك به فالميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل منها وإن كانت حقا من بيت المال من بيت المال المسلمين هذا المال حقا لي فهل سويت بيني وبين الناس جميعا في هذا الحق سبحانك يا ربي لما طعت تسمع لحوار جميل زي دوت يدور بين عالم من علماء التابعين وبين أمير المؤمنين الرجل ما طلبش فلوس من أمير المؤمنين ما طلبش منه حاجة ولا قال له عايز حاجة أنفقها على طلبة علم ولا قال له هات فلوس علشان أنا بعمل درية تامة ولا هبني مدرسة إسلامية ولا هعمل كذا ولا ربنا عافينا عافيكم من الأشياء اللي احنا بنسمعها التي يمدى لها الجبين سبحان الله أجمل ما في الداعية وأجمل ما في العالم إنه ينزه نفسه عن أموال الأغنياء والأمراء ويفضل العالم والداعية وده نصيحة للشباب اللي طالع ونصيحة لكل إخوان الدعاء يفضل العالم والداعية راسه في السماء طول ما هو عمره ما مد إيده لحد وألهات اوعى نصيحة أخوك الصغير اوعى تقبل أي مال من أي حد يقولك خد إعانة ليك على التفرغ لطلب العالم اعانة ليك على تبليغ دعوتك اعانة ليك على كذا اعانة اوعى تطلب من حد حاجة اشتغل وكسب واجتهد وابزل جهدك ويعمل إن أنت عايزه كله ولكن إياك إنك تمدي إيدك لحد لأنك يوم ما هتمدي إيدك صدقني هتسقط من عين الله أولا ثم ستسقط من عين هؤلاء الناس أنا أذكر إن في يوم الأيام شاب بجيه شاب في دعوة بيقول لي أنا تزليت والله يا إخوة بيقول لي تزليت ست سنوات بسيارة ترس زي قال لي واحد من الأغنياء قال لي السارة دي أخي هدية ليك وتروح بها دروسك وخطبك وتبقى يعني صدقة جارية لي بقى في ميزان حسناتي دعوتك ويقول لي أخفت منه السيارة وقابلتها بيقول لي خدتها من هنا مفيش أسبوع بيتو بتصل به آآ فلان أنا عايزك تجيني في المكان الفلاني بلد تانية علشان بس في قاعدة حلوة كده عايزك فيها لو قدت له عربية ولا قادر أقول له أنا مش فاضي فلو قدت له عربية هيزعل مني ولو قدت له مش فاضي قل له يعني يعني ما أنا مديك عربية فهم زي؟ بالإضافة أنه روح شهر به وقال لكل ناس أنا مديك عربية علشان كده اوع اوع تقبل مليم واحد من أي حد أمير أو غني أو كذا أو كذا أو كذا وعيش حياتك كلها رافع راسك بإنك عمك في حياتك ما تسورت على مواقع هؤلاء الناس عشان تعيش عزيز وشفت مثل عظيمة هو ده رجل عالم من أئمة التابعين لما قال له أمير المؤمنين خذ الفلوس قال له أعوذ بالله أن يكون كلامك هزلا أو سؤالك هزلا وأن يكون ردي عليك باطلا أنا ما مقبلش هذا الكلام وفي نفس اللحظة بيقول له إيه بيقول له ده أنا يعني في الوقت ده ده الميت أو لحم الخنزير في حالة الاضطرار أفضل عندي من أن أخذ إيه من أن أخذ المال ده سبحان الله وفي سنة من سنين نفر سلم ابن دينار مع جيوش المسلمين المتوجهة إلى بلاد الروم وكان في الجيش دوت يا جماعة أمير من أمراء بني أمية أمير كبير من أمراء بني أمية فعرف أني يعني أبو حازم سلم ابن دينار موجود في الجيش فطلب أنه يجيله ويدخل عليه الخيمة ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويعد يتكلم معه ويفقه في دين الله فقال له إن الأمير يدعوك إليه لتحدثه وتفقه فكتب إلى الأمير يقول له أيها الأمير لقد أدركته اسمعوا كلام اسمعوا كلام يا شباب اسمعوا كلام يا حبيب وشوفوا كلام بيوليم قال لقد أدركت أهل العلم وهم لا يحملون الدين إلى أهل الدنيا ولا أحسابك تريد أن أكون أول من يفعل هذا أو أول من يفعل هذا فإن كانت لك بنا حاجة فأتنا والسلام عليك وعلى من معك فلما قرأ الأمير رسالته مضى إليه وحياه وبياه وقال له يا أبا حازم لقد وقفنا على ما كتبته لنا فازددت به كرامة عندنا وعزة لدينا فذكرنا وعزنا جزيط عنا خير الجزاء فطفق أبو حازم يعظه ويذكره وكان من جملة ما قاله قال انظر ما تحب أن يكون معك في الآخرة فاحرص عليه في الدنيا الحاجة اللي أنت تحب أنها تكون معك في أخيتك وخليك حريص عليها في الدنيا عايز تيجي في الآخرة بإيه بخمسين مرة حجي خمسين مرة عشان تيجي تليوم في الآخرة عايز تلقى الله بإيه بخمسة مليون صلاة صليهم في الدنيا عشان تلقاه بيها يوم الإيامة عايز تقابله بإيه بينفق على يتامة بينفق على كذا بيناء مساجد بتسبيع بتهليل بتكبير بقراءة كرآن بأربع تلاف ختمة هكذا اللي تحب أن أنت تلقى الله عز جل بيه وليه مأخذوا من الدنيا فالدنيا مزرعته للآخرة قال وانظر إلى ما تكره أن يكون معك هناك فازهت فيه هنا واعلم أيها الأمير أنه إنفق الباطل عندك وراج أقبل عليك المبطلون المنافقون والتفوا حولك لو أنت حبيت الباطل وحبيت أهل الباطل هيلتف عليك أهل الباطل وإن نفق عندك الحق وراج تفى حولك أهل الخير وأعنوك على ذلك فاختر لنفسك ما يحلو لك وتمر الأيام ويقبل الموت على أبي حازم سلم بن دينار حتى قال له أصحابه كيف تجدك يا أبا حازم كيف حالك قال لإن نجونا من شر من شر ما أصابنا من الدنيا فما يضرنا ما زوي عنا منها ثم قرأ هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن والده يا سلام أدي إيه المثال عظيم وجميل وراء بيوضح لك أديهن العالم لما يزهد فيما في أيدي الناس يحبه الناس وده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم حديث رواب نماجه بسند صحيح إن في يوم الأيام راح واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس هي دي المسألة الناس تحب يا جماعة اللي يزهد باللي في إيديها حيانا يجي لك واحد غني ويعرض عليك أمر مهم ويعرض عليك اللي أنت عايزه فلما تزهد في اللي في إيديه يحترمك ويحبك رغم أنه هو يتمني يعطيك لكنه يزهد لما لك زهد كده هو يحبك ويحترمك ويتقرب إليك ويفخر بنوع يعرفك ويستفيد من علمك إنما لما لقيك عزم بالله زي ما بعض الناس عملت من كثرة اقتربهم من هؤلاء الناس وترخيص بقى المنهج والدعوة والسنة ووصول العلم إلى هؤلاء الناس لحد عندهم وما عادين في بيوتهم وصل أمر لهم زهدوا في هؤلاء الناس ووصل أمر لهم حتى لما يستمعوا لا ينفزوا وفي نفس الوقت وصل أمر إن بعض الناس بقيت تجامل بقيت تجامل على حساب الشارع وعلى حساب الدين وإلى خسنا ما قدرش أكلمهم في حاجة أكتر من كده ولو قلت لهم أكتر من كده هيزعلوا من نواة والمجاملات اللي ملهاش أصلا مجال في دين ربنا سبحانه وتعالى ديننا جميل يا جماعة مش محتاج مجاملات مش محتاج إن أنا أجامل سين وعين وصاد ديننا جميل وما فيش أجسر ولا أجمل من كده ولا أفضل من كده إن الدين ينصر زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم فإذن فإحنا مش محتاجين إن إحنا نجامل الناس ونغير في شرع ربنا وأحكام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عشان نجامل سين وصاد وعين لكن إحنا محتاجين حاجة واحدة بس إن إحنا نغلف المعلومة اللي بنوصلها للناس بسلفانة من الأدب والزوء والحكمة والرحمة إن إحنا نرفع شعار البسمة والرحمة ونوصل الكلام بشيء من الأدب إن فعلا أحيانا المعلومة توصل بشيء من الغلزة وسوء الأدب فلا قبلها إنسان إنما لو وصلت المعلومة بشيء من الرحمة والبسمة والحكمة ووصلت كده بشيء من الأدب أكيد ما فيش إنسان في الدنيا يرفض المعنى ده ويرفض الحكم ده مدام وصله بالشكل الجميل ده وبالأسلوب الجنوب لو أصلا أسلوب النبي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لنفض من حولك وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ما كان رفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة إن الله رفيق ويحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواء فكان درس جميل قوي من أبي حازم سلم بن دينار إزاي إن العالم يكون في عزة ويكون في يعني الترفع عن أموال الناس وعن مجالسة الناس وعن النظر فيما في أيدي الناس لدرجة إنه لم يطلب بل طلب منه إنه يكون عايش مع الأمراء ومع أمير المؤمنين فرفض كل ذلك حفاظا على دينه وحماية لدينه من إنه يدخل عليه الدنيا ويضطرن ويجامل عشان ياخد فلوس وعشان وعشان فرفض كل ذلك ورفض كل هذه الأشياء ولقي الله عز وجل خالصا مخلصا أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير دائما وإن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا مع هؤلاء التابعين الكرام على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشرب من يد النبي جميعا شربة هنئة مريئة لا نظم أبعدها أبدا وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي غدا مع تابعي جليل صبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله عليه وسحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثونا عن كرام